عادي جداً النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى البيت فلا تفتح له زوجته صدق مهما كان أمير وزير سفير قدير مدير خطير أي واحد منزلته أنه مخلوق لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع لنفسه واش نقول لك أنت ماشي خوفك لأنك تعتقد في داخلك أنه يمكن أن يضر أو ينفع عندما تفكر بهذه الطريقة فأنت تعطيه جزء من الألوهية من الربوبية تعطيه أنت تؤلها تظن أنه ينفع ويضر فعندما يتعاظم أي إنسان في قلبك تذكر من هو أعظم منه فيصغر أنت بربك قوي وبدون الله ولا شيء عندما يستقر هذا في ذهنك وتكبر الله يصغر تحت كل شيء كان ينتفض وهو يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك لست بملك لا يملك تخاف مني إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم المقطع في مكة لا تخاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصم صار بينهم مشاكل أف ليش صار بينهم مشاكل لأنهم بشر من بشر عادي جدا يختصمون من محمد بن الحنفية إلى الحسن ابن فاطمة إذا أتاك كتابي قال لي ما فعلت ذلك ليش قلت لي أجي أسلم قال لاحظوا محمد شي يقول الآن ابن الحنفية قال لأن قال له قال لأن جدك يقول من جد نبسا سلم وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام فأن لابن الحنفية أن يكون خير من ابن فاطمة الزهرة جاء رجل إلى الإمام الشافعي قال للإمام الشافعي إنك رجل سوء يسب الإمام أنت ما فيك خير اللي نفسه ضعيفة ما عنده تقدير ذات عالي تهزه الكلمة أنا ما فيني خير أنا ما فيني خير أنا الشافعي وبالتالي أحيانا تشوفون بناتنا والأعيالنا تلقاه مستحي مش فيه جواله والله جوال قديم فهو يعتقد أن قيمته في ممتلكاته قيمته في ممتلكاته هذا الحطاط في تقدير الذات أنت قيمتك بمن أنت عند الله قيمتك بأخلاقك قيمتك بمبادئك وليس بالأشياء الأخرى أحبك ربي مرة أخرى قيمتك عند نفسك وليس عند الآخرين مرة ثالثة كلما عملقت الناس ما يصير لك أنت تتقازم طيب وإذا قزمت الناس ما يصير لك أنت تكبر هذا ما نبغى أيضا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس أنك تشوف الناس ولا شيء وأنت أحسن شيء لا نريده ما نبغى كبر ولا نبغى أيضا الضعاه 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 معناها الاحتقار أنك ترفع الناس وتحقر وتحقر روحك طيب لو جيت في مكان الآن ووجدت أن كل اللي حولك في نظر المجتمع ونظرك أعلى منك هذا أكثر منك فلوس وهذا صاحب منصب وهذا صاحب جاه وهذا رئيس مدري وشو وهذا مدري مين وهذا والدفلان وهذا هذولا كبار في نظرك أو لا وش يصير في نفسك تصغر شوي طيب هذولا الكبار وش لون تنزلهم منازلهم أو شي وش منازل الناس مهما كان أمير وزير سفير قدير مدير خطير أي واحد منزلته أنه مخلوق لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع لنفسه وش لون لك أنت وش يخوفك وش يخوفك منه قالوا ترى فلان المدير مكان مدري ايش يالخو روح تسلم عليه ليش راح ليش راح تسلم لأنك تعتقد في داخلك أنه يمكن أن يضر أو ينفع عندما تفكر بهذه الطريقة فأنت تعطيه جزء من الألوهية من الربوبية تعطيه أنت تؤلها تظن أنه ينفع ويضر وأن رضاه مفيد وأن سخطه وأن سخطه ضار وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فعندما يتعظم أي إنسان في قلبك تذكر من هو أعظم منه فيصغر فيصغر جاءنا مرة واحدا في مقابلات شخصية توظيف فجاء ينتفض ينتفض قلت له شفيك قال والله أني متوتر بس عشان الوظيفة وتعرف هذه رزق قلت له اتق الله يا رجل هاي رزق ترى أنا وزملائي الثلاثة كلنا في المقابلة الشخصية أحنا أتينا هنا لنحقق إرادة الله لك لسترحنا أسباب لسنا نحن الرزاق نحن أسباب الرزاق الله سبحانه وتعالى لو صرفت هذا الانتفاضة والخوف في سجدة لله لسخرنا أحنا غصب علينا غصب علينا نقبلك تخايف مننا تخايف من بشر أنا لا أملك لك شي أنا ما أملك لك شي أنت بربك قوي وبدون الله ولا شي عندما يستقر هذا في ذهنك وتكبر الله يصخر تحت كل شي دخل علي بن عبد الله وكان إماما قاسيا مهيبا دخل الجامع الأموي فهابه الناس ودخلوا معه الجنود والحرس فقام كل من في الجامع رهبة من قيوده أو رغبة في نقوده الإشكال الناس اللي يدفعهم والرهبة والرغبة أحيانا فقام الناس ما بين راهب من قيوده وخوفا أو طمعا في نقوده يمكن حصل للشيء فقام الناس إلا شيخ كبير ابن أبي ذؤيب المحدث عالم جلس جلس فلفت انتباهة أن الناس كلها واقفة إلا هذا فجاء إليه فوقف يوم جاء قرب عنده ووقف أبو ذؤيب عشان يكلمه فقال له لم لم تقف كما وقف الناس تما تشوف الناس كلها وقفت يوم دخلت المسجد ليش أنت الوحيد اللي جالس نظر إليه الإمام وقال أردت أن أقوم كما قام الناس ولكني تذكرت قول الله شوف لا شفت شيء كبير جبلة كل شيء صغر كل شيء يرجع المكان قال أردت أن أقوم كما قام الناس ولكني تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت هذا القيام لذاك القيام فقال علي اجلس فوالله ما بقيت شعرة من جلدي إلا وقفت هزه طيب وش اللي خلى ابن أبي ذؤيب يستشعر عظمة يعني يستصغر لأمامه لأنه استشعر عظمة الله عز وجل فغدا كل إنسان في حجمه الحقيقي الأوزاعي يدعوها أبو جعفر المنصور ليقتله فيدخل الأوزاعي فيتمتم بكلمات فيهابه أبو جعفر المنصور ثم وهو داخل بالمناسبة طبعا هو داخل كان زعلان عليه لدرجة أن الناس اللي حول أبو جعفر لم لموا فيابهم خشية أن تتسخ بالدم لأن السياف كان جاهز بيضرب عنقه وكانوا فرشين النطوع اللي هي الجلود عشان يقتلونه يقتل فهابه أبو جعفر المنصور وعطاه كيس من المال وقال أخرج معززا مكرما فلما خرج سأله قالوا يا إمام أنت كيف كيف استطعت أن تخرج قال لما دعاني خفت هبته فلبست أكفاني لبس أكفان ولبست الثوب فوق الكفن يعني عارف أنه بيموت يقول فلما دخلت ورأيته على كرسيه تذكرت الله على كرسيه فغدا عندك الذبابة يقول أن ذكرت الله وعظمة الله غدا عندك الذبابة أي إنسان يأتهابه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى أي إنسان يأتهابه تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى بإيمان باستشعار والله لن ترى الشيء وسيراك كل شيء يخاف منك إذا كان معك الله سبحانه وتعالى هذا الجزئية الأولى قضية تقدير الذات أنت كبير بربك بعلمك بأخلاقك بمواقفك بمبادئك ليس بممتلكاتك ولا بألقابك ولا بأي شيء آخر هذا أولا ثانيا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة